عقد لقاء بالمكلة لمناقشة واقع القطاع الزراعي والسمكي بالمحافظة برئاسة وزير الزراع والري وثروة السمكية اللواء سالم السقطري وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي وخلال اللقاء لدى حضره وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيقة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية والمالية دكتور أحمد باصريح استمع الوزير السقطري من الأمين العام لشرح عن أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه السطط المحلية في ظل جهودها الرامية لتنمية القطاع الزراعي والسمكي والحد من أزمة الارتفاع لسعر الأسماك في السوق المحلي إلى جانب معالجة إشكالية اتساع رقعة البناء العمراني على حساب الرقعة الزراعية وتطرق اللقاء إلى أمكانية تعديد جهود التعاون المتبادل والشراك المستمرة بين السطط المحلية بالمحافظة وزارة الزراع والري وثروة السمكية والتسهيلات اللازمة من قبل الوزارة لإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع المعلقة وقيد التنفيذة في جانب تأهيل وتطوير القطاعين لما يعزز استقرار التومين الغذائي من المحاصيل الزراعية المتنوعة واستقرار حاجة السوق المحلي من الأسماك المتنوعة لضمان استمرار مصادر الإرادة والدخل بالمحافظة بمصادرها الطبيعية اشتركوا في القناة